هلو 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 انا هاري توداي ازايكو عاملين ايه وحشيني اوي 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 الحلقة دي كطوعا كنت عاملها لايف جامد اوي اوي على الفيسبوك تأسيس من تحت السفر مع تيتشير سومر عشان كده لانش بتباني اناك ببقى فايتو كتير بس انا بحب اوضحها لكو على قناة كريزي انجليش عشان الفيديوز فيها بتبقى مسبتة وبتلاقوها بشكل سهل اوي بس ده ما يمنعش ان انا بحبكو كل الناس اللي بتحبيني جدا جدا ياريت تعمل لايك كتير كتير لانه بيرفع الفيديوز لناس تانية انها تشوفها وتنضم لينا وكمان سبسكرايب اشتراك للقناة علشان اي فيديو جديد يظلكو او نعمل اشعار او ندوس على زر الجرس عشان يظلكو اشعار بي طيب النهاردة كان الجزء التالت من الحلقتين اللي كانوا ضرب بنار اوي لانه كان نموذج احترافي ازاي نخلي الاولاد من اول خمس سنين يحلوا معنا اسئلة سعبة شوية زي اسمات اشارة وكمان بشوفرات وتكات معينة انا مبدئيا كتبت الشكل اللطيف ده قلنا ان احنا نعرف معناهم بالعرب الاول هذا للقريب ذات ذاك للبعيد هذا هؤلاء للقريب ذوس اولئك للبعيد طبعا هيحتاجهم جدا ان هو يعرفهم بس طبعا المعنى ده بنحتاج ان احنا نعرفه من باب المعرفة الكالينة شخصيا لكن لو كان طالب صغير طبعا المعنى مش هيقدر يفيده دلوقتي اوي هو مهم ان يعرفه بس انتوا عارفين مبداية مش بحب صعب الحاجة على الاولاد او اننا في نفس الوقت الكناة لحد ما يجبروا لها لا احنا نبسطها وناخد منها اللي يفيدهم فانا بعرف المعنى ليا وبعرفه للولد بشكل سهل شوية على قد استعابه ده بالنسبة للمعنى بالعربي عشان لما يجينا في سؤال ترجمة يبقى سعال بالنسبة له بس لو ما استجبش معايا مش هتبقى نهاية العالم في ان هو يعرف المعنى بتاعه بالعربي على قال ان استفاد بباقي الجرامر اوكي هناخد طريق حلو قوي لسؤال اللي تشوز وابتدى اتضربه على سؤال اللي تشوز الاول لوحده وبعد كده اكتبت جمل لوحدها في محاضرة تانية او هتدي الاتنين مع بعض طالما الطفل لسه صغير كمدرسة او كولية عمر تعالوا ما نعد حروفها كده وتخلي يمسك القلم ويعدي الحروف بتاعتها اربع حروف يعني مفرد وهياخده از اربع مفرد اذ اربع مفرد اذ اربع مفرد اذ اوكي ميكاملين معاك يا تيتشر سومر تعالوا نعد الخمسة كده خمس حروف يبقى خمسة جمع خمسة جمع الله عليك يا ميكامل ثمر يا انت ديتلنا شفرتين نقدر نحل بهم اوه تعالوا ما نشوف قلت له مثلا كلمة زي زيز كده لا مع بعض احط له زلات sound of the يطلع طرف لسانه كده في التي اتش يخلي يلمس لسانه this يعلن عدع اربع حروف ويقولك ايه اربع مفرد اذ يا مامي ويروح يختار سيركل وقوله برافو 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 ويحط استار عليها ان هو جاول اقوله طب يلا كده اللي بعدها ذات one two three four اربع مفرد اذ يا مامي بص يا واف سانية تلاقيت القوي قالك اربع مفرد اذ اربع مفرد اذ خمسة جمع اربع مفرد اذ لان انا بفكروا ان المفرد صغنن وكلمة اذ صغننة برضو يا كمام فعشان كده اقول والاربع حروف اصغر من الخمسة فبالتالي ربطناهم ببعض اربع مفرد اذ طب الخمسة one two three four five دول خمسة يا مامي خمسة جمع ار بصي تلقائي هيقولك خمسة جمع ار طب اللي بعدها كده اجرب ذوس one two three four five خمسة جمع ار في ثانية تلاقي رح حل لهالك طب يا مستمر سعب بيخيره ما بين الزيس والزيس والذات والزوس وابني بيطلق بط بقوله لأ سيب الاختيارات وبصي اول كلمة بعد الكوس على طول ايه تاي اذ او ما ايلله هي اذ عايز الصغيرين ولا القطار هيقول لي اذ عايز الصغيرين طبعا عشان صغيرة زيهم this is ومحدش مدرس يقوله اذ جواها اذ زيها عشان كده هتلقبطي طب احنا ممكن تجيب له ذات ذات ما فيهاش كلمة اذ وبرده بتاخد الاز فبلاش الطرق دي شوية طب القار اقوله هنا قار الارب تحب القطار احنا اكتر بنحب الارد احنا عارفنا مع ميز صمر من ايام شرحها للفرب تو بي في الحلقات الاولانية اللي فايتوا اي حلقة يتابع من اول الحلقة الاولى في تأسيس من تحت السفر مع تيتشار صمر اه الار عايز القطار اللي هي كلمة زوس يبقى اذا انا اديتكم شفرة جميلة قوي تحلوا بالت جوس وكمان سؤال الكمبيت اكمل حطيتلو اس وار قلتلو يلا اختار this that those this هيعد one two three four اربعة مفرد is one two three four اربعة مفرد is اقول برافو 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 big star for you those one two three four five خمسة جمع ار one two three four five خمسة جمع ار وقت لاقيه بيحل بنفس السرعة والله اللي انا بكلمك فيها دي ويجرى بيودي امسلة كتير one two three لان خلاص ادي بعملة زي المكعبات والاعداد توسألة بالنسباله one two three four ده اربعة مفرد is وكمان مش بس كده ان انا ما بحبش ان هو ياخد الطرق بتاعة الحل فقط لغير لا نقرأ بقى اقول له this this يا مامي that those this this وقت لقيه ارى معايك بشكل شهلي جدا اسكت انا مستمر تسكت لا ما تسكتش طبعا اعمل لكم شفرة تالية باغنية حلوة قوي واضربوا فيها ومثلها بتاعة ايه اسماء الاشارة امسيكلوا حاجة مفرد كده جنبه ها لو مفرد لبا لان انا عايزة ديله سور وابنك يكتب جملة جاملة عليها اهي لو حاجة مفرد وقرأي بقوله ايه this is a لو مش جامبي that is a لو مفرد جامبي this is a انا هعلمه بالشفرة دي او بالاغنية دي ان هو هيكتب اجابة كاملة لو مفرد جامبي this is a طب لو مش جامبي that is a الله عليك يا مي السمر طب لو جامع يا مي السمر وامسيكلوا كده حاجات مكعبات او اقلم او كتب او اي حاجة تدل على ان الفكرة كتير ولازم تتمثل بالشكل ده عشان تبقى سابطة عند الطالب this is a لو جامع او ريب this are is لو جامع بعيد those are is لو جامع او ريب والزاقوا جامبي كده this are is لو جامع بعيد those are is اجدله مثال تاني اطلع له كتاب زي كده مثلا وكتاب جامبي لازم اقول له ايه لو مفرد جامبي this is a طب لو مش جامبي راح بقيد عني اهو لازم اسمها مسي لها كده واستخدم البادي لانجوش عشان يبقى سألها عند الطالب that is a وقوم جايبه له بدل الكتاب اتنين تلاتة مثلا واقول له طب لو جامع لو جامع او ريب this are is لو جامع بعيد those are is تمام طب ايه فايدة دي هفايدة انه هيكتب جملة بطريقة سريعة او حلوة كتاب او ريب كتاب بعيد واسيبه يغني وايقول يقول لك كتاب واحد وهو اللي يقول ايه ويتقول له ده مفرد قريب ومفرد بعيد تبقى انت اللي حليتي هو اللي يتخيل ويقول اه ده كتاب واحد مفرد جامبي لو مفرد جامبي this is a مش سامر علمتني كده this is a book ويكتبها الكتاب ده مش جامبي طب لو مش جامبي that is a ويكتب اسم السورة طائر قريب واسيبه هو اللي يقول لو مفرد جامبي مش سامر ايه تلاكتب خلاص انا حفزتها this is a طب لو مش جامبي that is a طب لو لسه مش حفز الكلمة انت ضربيه على السؤالة على الكلمة اللي حفزها لو عارف كرة يعملي كرة قريبة كرة بعيدة كتاب كتاب قريب كتاب بعيد كلمة قطة كات سهلة مكونة من ثلاث حروف قطة قريبة قطة بعيدة تمام وهكذا ضربيه على الكلمات اللي عارف ادي جامع سيبي هو اللي يقول لك دي جامع يا مومي عشان كتابين استنا مغني اغنية تيتشار سامر لو جامع قريب this are is اه من سمعت للس داش هنفتكر ان انا اوعى انسح حرف الاس اللي بيجمع الكلمة لو جامع بعيد those are is those are is برافو علي تمام بعد كده بقفل بلكونة بقوله لو في طائرين جنبي هم قريبين اه دا وجامع قريب these are is a birdies these are birdies لو جامع بعيد those are birdies واكتبلكم مثال قدامكم اهو ان احنا نعمل كتاب قريب كتاب بعيد طائرين قريب طائرين بعيد يلا بنقولك اه لو مفرد جنبي this is a واسمه بقوة احطي نقطة طب لو مش جنبي كتاب بعيد اهو that is a that is a وكلمة كتاب يعني بق طب دول جامع كتير جامع قريب اهو جنبي لو جامع قريب استني دي اغنيها حلوة اهو بالصمر قالت هالي this are is يعني اكتب برد وازود لها الاس الجامع بردس لو جامع بعيد those are is those are is يعني اقول ما انساش من صمر بتقولي بالاس دي ما تنساش تحطها للكلمة جامع وبكده علمناه شفرة للي تشوز اربعة مفرد is خمسة جامع r وكمان علمناه اغنية لو مفرد جنبي this is a طب لو مش جنبي that is a لو جامع قريب this are is لو جامع بعيد those are is علمناه شفرة للي تشوز واغنية جميلة يتعلم يكتل جمل بيها ومش بس كده احنا كمان ترجمنا معاني الكلمات طول ما انت قاعدة بقى في البيت خلي ابنك شاوريله على الحاجة جنبي قريبة يقف جنبي الباب ويقولك هو كده مفرد وجنبي لازم استخدم التمثيل عشان الموضوع يبقى مسلع عند الطالب وسهل جدا وما يحسش ان هو صعب ويحب يذاكر لازم استخدم الضحك واللعب والهزار في الرفاهية ما تدلوش احساس الكورس فيكتئب ويدخل وما يبقاش عاوز يذاكر معانا لا هاتيها باغنية يمثلها يعرفها معانا وديلوا اي اشارات لها هتلاقيه بقى سهل جدا جدا فوق ما تتخيلي وما بقاش صعب علي كل اللي بيحبني ما ينساش اشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس عشان اي فيديو جديد ينزل يجيوه الاشعار بي ويعمل مشاركات للينك القناة وكمان ما تنسوش متابعتنا على صفحة الفيسبوك تأسيس من تحت السفر ما تيتشار سامر باي